اشتركوا في القناة صحة وسعادة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة مستمعين كما عودناكم هو برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نستقبل أراكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم أي شيء ممكن أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أي مقترح أي ملاحظة ممكن أن تحسن من خدمات هيئة الصحة بدبي من خلال مستشفياتها أو عياداتها التخصصية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز التخصصية فعشان شيء يعني ملاحظاتكم واختراحاتكم وايد مهمة بالنسبة لنا في فريق عمل كامل يعمل على حل هذه الملاحظات يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي توصلنا هذه الملاحظات يتم رصدها ووضعها ضمن قائمة بيانات كاملة هذه القائمة نحن نراجعها دائما نشوف وين أماكن ما منقول التخصير ولكن الأماكن اللي محتاجة تحسين أكثر فيعني لا تبخلون علينا بملاحظاتكم البرنامج منكم وإليكم نحاول قدر الإمكان أن تكون بوابة لتحسين هذه الخدمات وهذا اللي تسعى له هيئة الصحة بدبي مستمعين الكرام أنه دائما المرأة اللي تعكس الصورة الحقيقية لخدماتنا هو أنتو فعشان شيء نحاول قدر الإمكان أن نشوف شو هي المقترحات اللي عندكم الملاحظات اللي عندكم وهذه قناة من قنوات التواصل اللي وضعتها هيئة الصحة بدبي بين أيدي الجمهور عموما قبل ما نبتدي الرحل بفريق العمل معنا اليوم في التنسيق ميرا الإغفالي صبحت الله بالخير في إعداد هذه الحلقة نور النزال أيضا في الإخراج عيسى سبيل كذلك يعني عندنا بعد دكتورة سارة الدلال بعد موجودة مع ميرا الإغفالي في التنسيق وأيضا بتساهم معنا فيه إن شاء الله نجاح هذا البرنامج هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي نبتدي بالفقرة التغذوية اللي متعودين عليها دائما اليوم ما نتكلم عن بعض الأمور الخاصة يمكن مصطلحات نحن ما نعرفها شو الفرق ما بين العصير والنكتار والشراب دائما نشوف على العبوات يعني هذه المصطلحات نكتار أو شراب أو عصير هذه الشغلات نحن ما نعرف نفرق بينها يعني شو الفرق بين هذا وهذا وهذا بعض المفاهيم نحتاج أن نحن نعرفها فاليوم معايا أخصائية التغذية العلاجية عبر الهاتف ختنا عبير عبدالله صبحت الله بالخير أختي عبير هلو صباح الخير كيفك محمول يا هلا أستاذة يعني شو هي المصطلحات شو الفرق ما بين هذه المصطلحات يلي تتخبرين وتعطين تفيدين يعني كيف أنا أقدر آخذ أفضل منتج من خلال هذه المنتجات المطروحة نحن دائما الأهل مثلا بيروحوا بيجيبوا للصغار عصير من السوبرماكت بنحمل أي عصير ومنمشي فما بيركزوا شو مكتوب عليه لأنه في فرق كبير بين العصير والنكتار والشراب مثلا العصير المكتوب عليه عصير فواكه أو 100% عصير فواكه هذا من أصنوع 100% من عصير فواكه بيكون مش منضاف عليه ألوان أو سكر أو مواد حافظة بينعمل بطريقتين أو بيكون عصير معصور ومعبة أو معمول مركز وبعدين بيزيدوا عليه ماء بعد فترة بالحالتين هذا ما فيه مشكلة يعني مصنوع من العصير ما فيه سكر أو مواد حافظة فهذا شيء آمن أو الأأمن بين الثلاثة الإفتيارات هذول أما النكتار فتقريبا نصه أو ربعه لنصه 25% منه عصير فواكه بس بيزيدوا عليه ماء وثكر بالعادي في بعض الفواكه لأنه ما فيها ماء أو بتكون حامضة كبير فإجباري يعملوا هيك فبيكون النكتار تقريبا نصه فواكه ونصه عصير وسكر سوري ماء وسكر بس المفروض أنه ما يكون فيه مواد حافظة أو ألوان يعني الشغل الوحيد المنضاف عليه هي السكر فبيضل أحسن من اللي هو الشراب اللي هو شراب الفاكهة أو مرات بيكون مكتوب على العلب شراب بنكهة الفواكه هذا يعني ما فيه فواكه أصلا ولا عصير ولا شيء اسمه شراب بنكهة الفاكهة موجود كتير منه بسوء وعلى الأغلب هو ألوان وسكر ومواد حافظة يعني إذا فيه أحيانا في بعض العلامات التجارية فيها أقل من 10% عصير والباقي كله سكر ومواد حافظة وألوان وأحيانا بيكون فيه تقريبا كمية سكر بتعادل الكمية الموجودة بالمشروبات الغازية يعني الصودة ومش الصودة اللي بيشربوها ما بدي أقول الممنوع عشان الدعاية فيعني لازم نختار لما نكون عم نختار الشراب اللي يشربوه الصغار أو حتى الكبار نقرر مكتوب عليه عشان نكون عم نختار اختيار صحيح على الأليمة أو الأقل ضرر يعني الآن بشكل بسيط أكثر أستاذ عبير شو اللي تنصحين فيه وشو اللي نبتعد عنه مية بالمية عصير فواكه هذا أحسن شيء إذا مش موجود النكتار لسه أقل ضرر بس شراب اللي بنكهت الفاكهة هذا ما دخلوا بالعصير ما فيه لا فواته ولا عصير ولا سيء هذا مجرد ألوان وسطر ومواد حافظة طيب يمكن شوي بس السؤال يعني فيه شرب العصائر أكيد له فوايد كثيرة مثل ما ذكرت لأن تحتوي على الكثير من الفيتامينات وأيضا تسام في التخفيف والوقاية من العديد من الأمراض ممكن أن تطرد السموم من الجسم أيضا الشي اللي ممكن يخلي الناس يبتعدون عن شرب العصائر أو كذا في بعض العصائر ممكن أن تزيد الوزن هي الموجودة فيها سكر فإنحنا إذا اخترنا مثلا عصير طبيعي نتوب عليه 100% عصير خلاص هذا يعني ما فيه لا سكر ولا فيه مواد حافظة ولا ألوان هلأ هو الأفضل من هيك أنه ناكل فواكه بس ببعض الأحيان مثلا فيه ناس بتحب العصير فيه ناس بتفضل إنها تشرب عشان العطش الصغار ما دائما بيتأبلوا يأكل فواكه ما فيه مانع نعطيهن أحيانا عصير بس نختار الشيء المناسب أكتر طيب عشان ما نكون عم نعطيهن أشياء مضرة أنزين شو النصايح اللي تعطينا إياها يعني إذا حد بغي يحضر عصير معين يعني شو النصايح اللي ممكن واحد يسويها قبل التحضير وطريقة تحضير هذا العصير تحضير عصير في البيت مثلا هي هلأ تحضير العصير بكل يعني كل فاكهة إلى فوائدها فأي عصير بنحضره بالبيت مش مشكلة يحضره اللي بدهم يا بس ما نضيف عليه لأنه فيه ناس يضيف عليه مثلا محلي سيراب إشياء تزيد الحلة طالما هو عصير طبيعي شو ما كان الفواكل بيحطوه فيها نضيف عليه حليب مكسرات مش مشكلة بس أنه يكون عصير طبيعي شوفي أنا أذكر شفت يعني أحد الفيديوهات التعليمية كانت تتحدث عن طريقة مثلا تحضير عصير البرتقال فكانت في بعض الأجزاء تعرفين ايه انت شو يسوون الجماعة كانوا يعني هذا الجهاز تقصين البرتقالة بالنص وتحطين في الجهاز وتعصر البرتقالة وتنرمي وينرمي الشيء المتبقي من البرتقال إلي ما جرب طريقة ثانية للأمانة يا جماعة الخير هذه الطريقة قمت كان ينصح أن كنت تشيل القشرة البرتقالية فقط من البرتقال وتخلي الطبقة هذه شفت اللي على القشرة الطبقة السميكة الألياف هذه وتقطعين البرتقالة وتحطينها في الخلاط بالبلندر عشان هي الألياف موجودة بهذا اللي بيبقى يعني أي عصير مناخد الماء نحنا منرمي الألياف عشان هيك نحنا منقول أصلا الفاكهة نفاءة أو مثل ما قلت فينا نضربها بالخلاط مش العصر هنا من تجربة شخصية طعم العصير اختلف تماما وصار أفضل مليون مرة من العصر الأمانة يعني مش كل الناس تك بفكره لا أنا أقولكم يعني هذه فكرة من الأفكار لأن بالفعل أحيانا نشوف حتى في الصلطة يعني أستاذ عبير ممكن الخيار مثلا الخيار يشيلون القشر الأخضر من الخيار ويقطعونه ويحطونه في الصلطة بهذا الشكل فهذه أيضا أنا فقط يعني عناصر أو مكونات غنية كثير البيتامينات بتكون على القشرة بالضبط أحد من الناس يأكل إذا تروم تأكل الموز بالقشرة بعد زين صعبة شوية صح؟ صعبة لا؟ لا في شعوب في العالم يأكلون الموز بالقشر و أي طافة يعني نحنا مش بتعاوزين صعب كثير بالضبط أنا ما أقدر الصراحة يعني حاولت مرة سوائد صعب وائد صعب يعني مساء صعب لكن البرتقال جربت للأمانة طعم العصير أحلى أفضل أجمل تستمتع بالعصير اللي أنت تشربها هي مشكلة إنه كثير ناس بتعاودين على طعم السكر فلتعاودين يأخذوا إشياء فيها سكر فلما يأخذوا الطبيعي للأسف يحبوه ماتخ أو قليل سكر أول شيء أول شيء بعد مع التعاود خلاص يعني مثل القهوة اللي يشربها بالسكر يعني بس خلاص ما يقدر يشرب قهوة بسكر تروح وتروح عندنا يعني مثل مثل المتعمات القهوة من غير سكر صح عموما يعني قدر الإمكان نبتعد في العصائر عن السكر نقرأ هو كثير بكل الأشياء المهم نقرأ البطاقة الغذائية على الأكل أو الشرب اللي منشتريه من بره لأنه كثير بيكون فيها أشياء جميل بتحبت إذا هذا مفيد أو لا زين أنا بس قبل ما أختم بس منعيد على المستمعين يمكن حد تضملنا لحينا شو الفرق بشكل سريع أستاذ عبير ما بين العصير والنكتار والشراب عصير 100% عصير فاكهة يعني هذا مصنوع 100% من عصير فاكهة طبيعي إذا مكتوب على العلبة عصير العلبة 100% عصير من الشراب عصير أوكي النكتار النكتار 25% لـ 50% عصير بضيفه عليه بس ماء وسكر بدون مواد حافظة أو ألوان شراب بنكهة الفاكهة إنسى هذا سكر وألوان ومواد حافظة بدون عصير نبتعد عنه تماما نبتعد عنه أحسن لا يبيعونه ليش يبيعونه ياريت والله تانزين يوقفونه ما يبيعونه هو أصلا اسمه هيك بيشكك اسمه شراب بنكهة الفواكه إذا تنتبه عليه تلاقيه بالسوبر ماركت سعطول يعني ما اسمه عصير حسا عشان شي نحن في برنامجنا يا جماعة الخير بقولكم شغلة نحن نوعيكم بهذه المسال لأنه في النهاية أنت تختار عزيز المستمع اختار الشي الصح أحيانا ممكن تاخذ منتج يكون قيمتها أغلى من المنتج الآخر ولكن أنت قاعد تستثمر في صحتك تستثمر في الوقاية من الأمراض إذن وفي النهاية الموضوع مطلوح في السوق بس أنت اختار اللي تبغي والاختيارة عندنا بس شوي هيك نقرأ نتبع العلبة ليمشي الحال نعرف شوى من سيوه ممتاز إذن حاولوا دايما نرى العصاير اللي موجودة فيها الفواكه بشكل طبيعي 100% قدر الأمكان لأن هذه اللي ننصح فيها نحن دايما في هيئة الصحة بدبي من خلال أخصائي التغذية في هيئة الصحة بدبي شكرا على هذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا طيب مستمعين ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل معاكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعةكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي أنا يعني قبل لا أدخلي موضوعنا الرئيسي اللي ما نتكلم عنه بكرة بس دراسة سريعة تقول الدراسة يمكن للأباء والأمهات أن يعرضوا أطفالهم لخطر الإصابة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ من خلال النوم بجانبهم على الأريكة أو الكرسي المفرد للواحد يعني ممكن يخليه شذا بالطول ممكن أن يمدريله عليه المهم الخبراء يعتقدون أن نوم الأطفال الرضع على الكرسي المغطى بغطاء ناعم بدلا من سرير الأطفال القياسي يمنع هروب الحرارة بشكل جيد ما يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة والذي يعد أحد أسباب متلازمة موت الرضع المفاجئ والمعروف باسم SIDS وهو الموت غير المتوقع وغير المبرر لطفل يتمتع بصحات جيدة كما يمكن أن يتعرض الأطفال الذين ينامون على أريكة أو كرسي مفرد لخطر الإختناق مؤسسة لالي بير ترست تشاريتي تقول أن هي اللي سوت عملية المسح تقول وتحذر من نوم الآباء والأمهات بجانب أطفالهم على الأراك أو الكراسي أو بعد التدخين حيث أكثر من 130 طفل يموتون سنويا نتيجة مشاركة السرير مع والديهم وقالت جيني وارد من مؤسسة لالي بير ترست تقول حتى لو لم يكن أولياء الأمور يخططون للنوم مع أبنائهم فإن العديد منهم ما زالوا ينامون مع الأطفال دون قصد ما يعرض حياتهم للخطر ووجدت المؤسسة الخيرية التي تعمل على زيادة الوعي حول الـ SIDS أن 40% من نحو 8500 والد ممن شميلهم الاستطلاع شاركوا أبنائهم النوم في وضع غير آمن وفي مثل هذه الظروف يمكن أن يتوقف الطفل عن التنفس نتيجة الاختناق الناجم عن النوم المشترك وتوصي المؤسسة بتجنب النوم المشترك إذا ولد الطفل قبل إتمام 37 أسبوع من الحمل مسألة وايد مهمة لأن هناك الكثير من الحوادث التي رأيناها في أتكلم عن مستشفيات الهيئة طفل طايح من على سرير أو طفل يعني صارت لعملية اختناق أو كثير من الحوادث النتيجة في الأساس هو أهمال الوالدين في الأساس فمثل هذه الدراسات نأخذها بعيننا الاعتبار يا جماعة الخير نحن شو نسمي السرير هذا نسميه منز صح فيه شو يسمون الأخوان العرب حد عنده فكرة ها مهد مثلا مهد المنز هذا مسواي حق الصغير حطوا الولد في المنز لأن المنز أردي مسواي بطريقة آمنة اختي بتسيرين تطبخين بتسول فين بتحشين في التلفون وكذا وهذا مم مشكلة حطي الياهل في المنز قمطي زين وحطيه في المنز انتبهوا يا جماعة الخير بعدين شو اللي يصير يا يمين الطفل الحوادث في حالة أصلا يعني الواحد يحاول أنه ينقذ ما يمكن إنقاذه الدكتور ما عنده عصى موسى أو عصى سحرية أنه ممكن يعالج الطفل ويفتنون على الدكاترا ويفتنون على الممرضين طيب نحن نقدر إنه مسألة إنه كنت هذا طفلك فلذت كبدك والدكاترا يزاهم الله خير يحاولون يتعاونون ويستوعبون هذه الحالة الهستيرية اللي تكون مثلا عند الوالدين أثناء جلب هذا الطفل ولكن يا جماعة الخير دائما نقول الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج انتبهوا لهذه المسائل هي مم مسألة اعتباطية انت مسؤول عن حياة الله المستعان عموما منصير منصير عند خبر جميل يعني هذا البارحة نحن إذا تذكرون اللي تابعنا في حلقة أمس أنا كنت في حفل تكريم 450 موظف وموظفة من العاملين المتميزين والمجتهدين في الهيئة وكان هذا الحفل يعني الياقوتة اللي زينت هذا التاج حضور سيد اسمو شيخ حمدان براشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس الهيئة اللي كرم ويحرص يعني بشكل سنوي على تكريم ثلة متميزة من هؤلاء الموظفين اليوم بحاول قدر الإمكان أن يتطرق لبعض الإخوان اللي تم تكريمهم لأنهم كانوا مميزين وأيضا لأن لهم الكثير من الإنجازات أنا بابتدي مع وليد الظهوري معايا وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي أول شيء ألف مبروك أستاذ وليد هذا التكريم تكريم في محلة أنت رجل متميز ونحن سعيدين أصلا لأن تم اختيارك من ضمن المكرمين في هذه الفئة الفئة الموظف الإشرافي صح؟ نعم أولا صباح التميز والله يبارك فيك سيد محمود وطبعا نتمنى الجميع التميز إن شاء الله في مجال عملهم إن شاء الله نعم التميز في المجال الإشرافي طيب خبرني أول شيء عن التجربة هذه كيف دخلت فيها وليش كرموك بالتحديد يعني أريد أن أتعطوك تكريم أنا لم أعطوني لماذا؟ أتكلم منك بشكل وابح هذا التكريم بناء على معايير عالمية نعم أتكلم معالي البرحة عنها المعايير هذه هي أولا بشكل عام أنتك شغلك اليومي شو اللي حسن فيه نعم الشي الثاني شو ضبط من ناحية الابتكارات يعني هل ابتكار شديد مجال عمل تحسين من ناحية تحسين العمل تقليل التكلفة وفي أشياء كثيرة يعني مثلا أحيان الهيئة تبتعثك لدورات هل أنت تربط هل تعلمت في الهيئة ولا لا جميل بناء على معايير كثيرة الهيئة يعني هل أنت تستحق الجائزة ولا لا والحمد لله يعني بناء على المعايير هذه نحن أولا وآخرا بتمثب رئيس الهيئة الشيخ حمدان معالي على الدعم المتواصل لا محدود للطاقات الشابة يعني دعم دعم كبير نحصل من الإدارة والحمد لله من خلال يعني أنت ما تقدر تنجز إذا الإدارة ما ممكنتك فأنت الإدارة تمكنك وتعطيك الأدوات وتعطيك الدعم الكامل وتعطيك التشجيع طبعا أنت كشخص تقدر تنجز ولله الحمد يعني قدرنا ننجز للهيئة خلال سنوات العامة ننجزات كثيرة وائد وطالب دعم الإدارة العليا جميل نحن يعني نؤكد وليد أنت وجميع المكرمين في هذا الحفل أنت مصدر فخر واعتزاز للهيئة وللقطاع الصحي في الدولة أيضا يعني الانجازات التي تحققت في مجال التطبيقات الذكية في هيئة الصح انجازات كثيرة ممكن توجز ليها وليد يعني بشكل سريع شو أهم الشغلات التي تم تقييمك عليها واللجنة شافت أن هذه نجازات كبيرة قام فيها الأخ وليد في مؤشرات كثيرة أولا من ناحية الشغل اليومي في عدنا نحن مؤشر لاستجابة للطلبات والحلول هذه طبعا نسبة زارت بشكل كبير من ناحية تبني الخدمات الذكية عدنا نحف الهيئة الحمد لله تبني في خلال سنوات غطافة بشكل كبير بعد اللي هي التطبيقات الذكية من ناحية التطبيق الهيئة الرئيسي اللي هو مثل الـ DHA طفلي وحياتي وبعد من غير أطلاق سلسلة من المشاريع منها مشروع حصانة للتطعيم والتفشي الأوبية وبعد من جريب أطلقنا نظام شريان ودبي هيرت بوكينج في عديد من المشاريع الهيئة اشتغلت فيها وبعد في المعارض تجارة المعارض عند الزوار يقولون ما شاء الله فيه يتغير كبير من ناحية الهيئة من ناحية التقالية شميل يعني عندنا نحن نطبق النظام سلامة المنف الطبي الإلكتروني الصريقة عندنا نحن وانا كنت مسؤول عن الخدمات الذكية جارة من خدمات الذكية للنظام هذا يا أخي أنت مميز ومبدع وسعيدين جدا بهذا التكريم الله يوفق وإن شاء الله هذا التكريم يكون بداية للمزيد من الإبداع أخي وليد مشكور أخي محمود ومعالك زود وحب أشكر مثل ما قلت الإدارة العليا مثلا بالشيخ أحمدان بن راشد معاجي حميد الكطامي والمدارة التنفيذية عندنا نحن في الهيئة ومديرة الإدارة رستاذ أمان الجسم شكري لك وليد وكل الشكر لجميع العاملين في هذا القطاع المتميز وهذه الإدارة المتميزة هي إدارة تقنية المعلومات شكرا لك وليد الظهور رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي كان أحد المكرمين شكرا وليد كان أحد المكرمين في يعني فئة الموظف الإشرافي المتميز البارحة من الشغلات الجميلة يعني بالنسبة لي والله استمتعت جدا وأنا أشوف هذا الشخص طالع على المنصة هذا كان له تكريم خاص من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ليش اسم الموظف اسمه أسد الله حسن حاتمي أسد الله هذا يداوم في هيئة الصحة ما شاء الله عليه الله يوالي الصحة والعافية خمسين سنة خمسين سنة وهو موجود في هيئة الصحة عنده ولا لهذه المؤسسة فتم تكريم خاص كان له تكريم خاص وتكريم جميل جدا يعني لدرجة أنه مجرد ما أعلنه واسمه في القاعة القاعة كلها تصفق له بتصفيق حار فنموذج على الولاء نموذج على العطاء فشكرا حقيقة لسموه شيخ حمدان بن راشد المكتوم رئيس الهيئة شكرا لمعالي حميد القطامي على هذه المبادرة الجميلة شكرا كذلك للجنة المنظمة كذلك لمبادرة بكم نفتخر عموما ما نتكلم وما نأخذ نماذج أخرى مميزة كذلك من خلال هذا الحفل يعني أنا بصلط على بعض النماذج اللي قدرنا نتواصل معهم ونرتب معهم هذه اللقات لأن هم كثيرين ما شاء الله عليهم ومعظمهم يعني يستحون من الإعلام يخجلون أنهم يطلعون في الإعلام ولكن كلهم مميزين وكلهم يعني نوجه لهم التهنئة والتحية ونتمنى لهم التوفيق ولكن نحن من خلال لأننا مرتبوطين في وقت معين ف أخذنا هذه النماذج على عجالة كنا نتمنى حتى كذلك يكونون معنا حد من اللجنة المنظمة ولكن أيضا مشاغل المشاغل متواجدة على كاهلهم كثيرة فنحن نراعي هذه المسائل ونشكر كل شخص يتواصل معنا في هذا البرنامج ما نطلع فاصل بعد الفاصل بعدنا ما نتكلم عن بكم نفتخر هنا يقول لي سرير هزاز أي يعني المنز نحن 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 نسمينا منز ما أدري من وين هي المصطلح ما أدري يعني هذا درينا أن نسميه منز ما أدري والله من وين هي المصطلح هذا نشوف نسى الأيوب يمكن عند عند شسم خبرة دغوية من وين هي ها المصطلح نطلع فاصل بعد الفاصل نتواصل صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى من سمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة يقول السلام عليكم أخي محمود ممكن تعيد المعلومات عن العصائر اللي تكلمت عنها الدكتورة ونسبة السكر اللي فيها وشو تنصحونا وشكرا أخوك بوميد بوميد الدكتورة تكلمت عن ثلاثة أنواع من العصائر تقول في الشراب من زين الشراب اللي هو أو العصير العصير نفسه اللي يقول لك هذا العصير نسبة العصير فيه مئة في المئة من زين هذا تنصح فيه النكتور نسبة العصير أو المواد اللي البيتامينات اللي في العصير تكون 25% وفيه الشراب الشراب هذا يكون كله منكهات وأصباغ ويمكن ما يكون فيه حتى نسبة فاكهة فهذه تقول ابتعدوا عنه عندك العصير نكتار الشراب أنت تأخذ العصير اللي هو نسبة الفاكهة فيها مئة في المئة قد ما تقدر ابتعد عن الشراب اللي فيها أصباغ و منكهات عن زين هني تقول لي دكتورة سارة المنز كلمة وردت في القاموس المحيط أنها هي كلمة عربية مئة في المئة وتعني المهد صح شفت تقول لي ما تعرف عيسى لازم تعرف ما يستوي ما تعرف يقول يقول حق عمرك عموما بعد أن نحن في أجواء الحديث عن مبادرة بكم نفتخر بكم نفتخر هذه مبادرة سنوية تقوم بها هيئة الصحة بدبي يعني و يشرفنا دائما في كل سنة حضور رئيس الهيئة سمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن يكرم موظفي الهيئة للأمانة كلمات الشكر والعرفان لسموه شيخ حمدان يعني قليلة لأن ما تتخيلون فرحة الموظفين وهم يطلعون على المنصة ويسلمون على هذا الرمز يعني الفخر الفخر اللي حس في الموظف وأيضا الطاقة الإيجابية اللي يثريها الشيخ حمدان في قلوب الموظفين الكل طبعا كل الحاضرين يعني مو كلهم تكرموا ولكن السعادة الموجودة في قلوبهم واحد يستانس لما يشوف زملاء في الهيئة قاعدين يتكرمون اللي يعني يحس أن اللهم لك الحمد نحن في بيئة جيدة بيئة رائعة عملية أن ربيعي تكرم مو معنات أني أنا ما أسمم مقصر في شغلي إذا ما تكرم لا معنات أن ربيعي تميز في عمله فأنا إن شاء الله بيكون لي حافظ أني أنا تميز في هذا العمل فهذه الفكرة أن الواحد يكون دائما يسعى أن يقدم الأفضل ويسعى أن يحاول يطور العمل وانت لما تتكلم عن قطاع الصح أنت تتكلم عن تطور الطب والعلوم والاكتشافات وكل الأشياء اللي ممكن تساهم في رفع اسم دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المحافة الدولية عندنا دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم صح مي رؤوف دكتورة مي معنا معنا دكتورة مي صباح الخير صباح النور والسرور محمود يا هلا دكتورة أول شيء ألف مبروك أنت تم تكريمت خلينا تذكر فئة الموظف المتميز في مجال الوظائف التخصصية الطبية صح نعم خبريني عن هذا التكريم دكتورة شو رأيت فيه والله محمود طبعا فرحة عظيمة وواحد يحس يعني بشرف كبير وفرحة كبيرة فأودنا على المنصة بوجود سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الله يحفظه ومعاني الأستاذ أحمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي وبوجود مثل ما تفضلت كل زملائنا في هيئة الصحة فهو تكريم لجهود العاملين للسنين عديدة إنجازات حققناها في فترة زمنية قد تكون يعني مش قليلة يعني بالنسبة يعني يعني عشرين سنة من العمل في دولة الإمارات حصلنا على عملنا مع فرق عمل مختلفة وحمد لله يعني هذا تتويج لإنجازات الشخص يعني 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 جدا سعيدة وفرحانة وهذا ينفي طبعا طاقة إيجابية للأشخاص الموظفين المتكرمين لأنه هو تنافس إيجابي ويحفز حفزنا احنا المكرمين على الاستمرار وعمل المزيد ويحفز باقي الموظفين الموجودين أنه يسوون نفس الشي ويفكرون أنه ينجزون أكثر ويساعدهم ويشجهم على التميين حتى إن شاء الله بالسنوات القادمة يكونون هما من المكرمين الاحتفال كان رائع التنظيم كان جدا جيد ومتميين وكانت أجواء بفرح وسعادة بصراحة بالنسبة لنا يعني هذا تكريم أمام الجميع الجهود والإنجازات وشي إن شاء الله يستمر وإن شاء الله باقي الموظفين يكون لهم نصيب أنه يكرمون يصعدون على المنصة نحن شاكرين لك دكتورة ميرووف ألف مبروك على هذا التكريم وأنته أيضا يعني مركز متميز في خدماته متميز في تطوير وتحسين هذه الخدمات وتحسين رحلة المتعامل شاكرين لك دكتورة وألف ألف مبروك الله يبارك فيك وضمنك الله يحرضك شكرا جزيلا أنا مدم دكتورة مي بعد يعني تحدثنا معايا جماعة الخير هذه دعوة كذلك كنكم أنتم اللي صار لفترة ما تبرع بالدم يروح ويسجل ويتبرع بالدم لأن ما في أجمل وأرقى من هذا العطاء الإنسان إنك تتبرع بدمك لأخيك الإنسان ف من شاء الله يعني نحاول خلال الأيام القادمة بعد نتكلم أكثر عن التبرع بالدم وأهميته وفوائده إن شاء الله منحاول نصدف الدكتورة مي معانا في الستوديو طيب منروح ل يعني شخصية البارحة كانت أنا ممكن أقول في بعض الحفلات في نجم نجم لهذا الحفل فأمس كانت الدكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسلام في عائلة الصحة بدبي نجمت هذا الحفل لأن شفناها طلعت ما شاء الله عليها في الكثير من الفئات المكرمة أبرزها كانت فئة أفضل مدير إدارة في هيئة الصحة بدبي هي فازت بهذه الفئة وأيضا فئات كثيرة كذلك من خلال يعني إدارتها أوشي صباح شاء الله بالخير الدكتور حمد بالخير والنور والسرور ألف مبروك ألف ألف مبروك جزيلاً على هالأطراء الجميل لا والله يعني هي مش مجاملة بالعكس نحن سعيدين يعني الشخص المتميز نقول عنه متميز والشخص المجتهد نقول عنه مجتهد فيعطيكم ألف عافية شفنا الكثير من على مدار السنة شفنا الكثير من الإنجازات التحقق لا تكلم فيها بشكل سريع ولكن في البداية كلميني عن هذا ما أدري يقول التكريم والتكريمات اللي حصلتوها من خلال حفل البارحة الحمد لله يعني إحنا البارحة تم تكريمنا في فئة التميز الإداري والوظيفي واللي حصلنا فيها على ثلاث جوائز جائزة الإدارة المتميزة وجائزة أفضل مدير إدارة وجائزة فريق العمل الصحي المتميز جميل طيب حينما نتكلم أي نتكلم ليش عضوكم هاي الجوائز يعني شو سويتوا دكتورة هذه فئة التميز الإداري والوظيفي يعني تندرج تحتها مجموعة من الفئات فأحنا قدمنا على فئة الإدارة المتميزة الإدارة المتميزة طبعا تعرض فيها اللي هي أنا بقولك هذا حصار ثلاث سنوات جميل من مجموعة من الإنجازات من المشاريع الإحصائيات يعني اللي هي فيها اللي هي إحنا قدرنا نستو في جميع المعايير اللي تتطلبها هاي الجائزة بالنسبة للإدارة المتميزة يعني أهني أبغي نوه بس شوية لشغلة دكتورة حمد إذا تسمحي لي أنا آسف بس يا جماعة ترى عملية اختيار الفائزين بكم نفتخر على مستوى الهيئة فيها لها معايير عالمية معايير تم وضعها وهناك كم مقابلة سورت دكتورة عشان بعد ما ترشحت يعني أول شيء اللي هي طبعا اللي هي تملي اللي هي الفون المعايير اللي هي اللي هي يتم تقييم هذا الفون بكل المعلومات المطلوبة منتاز بعدين بعدين يصير اللي هي شورت يعني من مجموعة كل اللي قدموا يحفرون عدد الناس اللي يشوفون أنهم أفضل يعني اللي قدموا بطريقة أفضل اللي هي اتوفوا كل المعايير جميل بعدين يتم فيها دعوة في الشريق يتم نسوي فيها اللي هي عرض لهذه المعايير كثيرا طبعا اللي هي بطريقة اللي هي مختصر مفيد وتكون طبعا في لجنة خارجية من خارج هيئة الصحة مكونة من ثلاث أشخاص من اللي هي جهة ما التمييز والجودة ف يتم اللي هي تقييم يعني يتكون مدة المقابلة تتراوح من فئة الأخرى يعني أنا مثلا لما عن أفضل مدير إدارة في حدوث رساعة الإدارة المتميزة خذوا من في حدود تقريبا اللي هي ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين يعني من شون معاك معيار معيار لازم أنت تثبت أن الكلام اللي أنت تقوله صحيح وهذا يثبت بالدوكيومنت صحيح طلبه مثلا إحصائيات كيف امتقلت مثلا كيف ما كنت وكيف أصبحت يعني كلها لازم تكون موثقة دكتورة ميرا 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 يعني تأشر لي شو تبغي ميرا شو خبز شو عيل مكالمة موجودة معانا مداخلة آه أوكي ليش لمساوية بديت تتخبزين آه بيسكر أوكي عبدالوهاب صباحك الله بالخير حبيبي محمود سلام عليكم ميرا مادري تخبز بديها أعقب فهمت أن تقول يعني إذا ما ردت عليه بيسكر آه لا ما علي البطاقة ضعج فيها مجال يعني شكرا الله يسلم سبحانه دكتورة عبدالوهاب مداخلة عنده أعتقد على نفس الموضوع أتفضل أخي أضفتك الكريمة طبعا أنا تولي ركبت الموتر وسمعت يعني مع اللغة ما البنك الدم ويعني تم تكريمها وطبعا أكيد وياها كثيرين نبارك للمكرمين يعني من حياة الصحة وانتمنى لهم كل الخير ويعني وبعدين ندعي بطول العمر والصحة والعافية يسموه الشيخ حمدان براهيد الله يعطيه الصحة والعافية ويطول عمر إن شاء الله وسعادة أحمد القطامي إن شاء الله دائما الله يجويهم وإن شاء الله يعني يشرفوننا بهذه المناسبات السعيدة واللي واللي تعطي دافع للعاملين مشكور أنا سامحوني خدت شوية إضافة على البرنامج بالعكس نورتنا تتكلمون عن العصائر طبعا لازم نحن تدريجيا يعني ننشر الوعي بين الشباب بين الجيل الأكثرين منهم يطلع الصبح يضرب خط مثلا حين يطلع من عمال ولا من رأس الخيمة ولا من كده ما يا كله أي شيء هذا غلط كبير يعني من وجهة نظري يعني فالعصائر السال والوان لازم الشباب يعني يعرفون شو التركيبة ما له شو الشركة ما له يعني لازم مثل ما نحن نأخذ معلومات عن المواضيع والأشياء الأخرى اللي موجودة لازم نأخذ أشياء عن صحتنا يعني أنا أقول أن الواحد لو قضال كم تمراية بين ثلاث إلى خمس تمرايات الصبح وطالح بتعطيه طاقة بتعطيه نشاط بتعطيه تركيز وبتخفف يعني سعب المعدة لأن أنت ما زلت اللي يوصلون الدوام ساعة ثمانية ولا ثمانية ولا سبعة ونصف وطالح ساعة ستة يعني هذا كله يأخذ من الطاقة من البارحة ما في طاقة جديدة يحتاج الإنسان أنه يأخذ طاقة جديدة التمر اللي عندنا ما شاء الله من أجود أنواع التمر اللي موجودة في العالم يعني أنا أعرف أنه فسائل كثيرة يا أبوها من العراق لما كنت أعمل هناك ملايين الفسائل يعني يا أبوها هناك من أف من أجود أنواع الأصناف التمر يعني ونتمنى أنه أن الجيلنا الجديد يبدأ على الأقل يا أخذ كم تمرايا وهو طالح من البيت وهو طالح من البيت وهو طالح لين يوصل الدوام هذا بيعطيه طاقة الإخوان في مال التغذية يعرفون أحسن مني أنا وإذن واضح جميل جزاك الله خير عبدالوهاب شكرا لك شكرا جزيلا دكتور نحن لنا في بداية البرنامج تكلمنا عن كانت عن فغرة غذوية خاصة بالفرق ما بين العصاير شو العصير والنكتار والشراب فعبدالوهاب يعني استرسل في هذا الموضوع شكرا له دكتور يعني كلمة خيرة قبل لنختم معا شو تبغل تقولي يعني أنا أحب أقول أن تكريم الموظفين سواء كان ماديا ومعنويا وتقديرهم على جهودهم المبذولة في خزمة الوطن يرفع من نسبة رضا وتعادة الموظفين للاستمرارية في البذل والعطاء وأيضا هذا يكون أثر إيجابي لتحفيز باقي الموظفين الآخرين اللي لم يحالهم من حظ يعيث نوش تجيحهم على أنهم إن شاء الله يعني يبدلون نزيد من الجهد نحو التمييز ونعتبر تذلك هيتعتبر كنشر لثقافة التمييز لأن لها أهمية في تطور المؤسسات وأداء الأفراد ونتمنى النجاح للجميع شكرا لك دكتورة حمدة المسمار مدير إدارة خدمات الأسلام في هيئة الصحف في دبي والفايزة عن فئة أفضل مدير إدارة في هيئة الصحف لعام 2018 2019 شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دكتورة مستمعين يعني هي ثقافة التمييز التي تسعى إليها إمارة دبي دائما هي ثقافة تربينا عليها ونهلنا هذا الفكر من قادتنا الله يحفظهم فدائما ما نسعى جميعا نحو التمييز الجميع متميز بإذن الله اللي فاز واللي ما فاز هنا لك جهود كبيرة تبدل أحيانا قد تكون يعني جهود مبدولة والناس مبحثين فيها في بعض الناس على مدى سنوات طويلة وهو صادق ومخلص في عمله أنت عزيز المستمع وين ما كنت تداوم يا أخي فكر أنك أنت حاليا موجود أنت قاعد تخدم إذا كنت في إمارة دبي تخدم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أنت قاعد تشتغل عند سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراح حاكم دبي أنسى يا أخي مديرك المباشر أنت تشتغل عند الشيخ خل الطموح مالك دائما أن أنت يعني تعمل لدى المدينة الأفضل والأروح والأجمل في العالم أحيانا بعض الممارسات الإدارية يعني الله هيديهم بعد في بعض يأشر لي يقول لي عشان ما أسترسك بحط على المدرة ما أحط أنزيخ خلاص يقول لي لا تحط عموما ميرا تقول لي حط لا لا ما قالت ما قالت أنزيخ ما قالت ميرا محسن ميرا ما قالت أنا شكري بوديكم بداية عشان تختم البرنامج أفضل شكرا لكم مستمعين شكرا لميرا لأخطر لي كانت معنا في التنسيق عيسى سبيل في الإخراج أيضا هذه تحياتي محدثكم أحمود يوسف العلي شكرا لأخط نور نزال كانت في إعداد هذه الحلقة نلقاكم في الغد إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي